اندرو راسل غارفيلد أو مثل ما عرفناه باسم اندرو غارفيلد وأصدقاؤه المقربين وأهله والناس يعني مميزين في حياته إنادوه أندي أجداده زمان كان لقبهم غارفينكل ولكن في مرحلة ما وأثناء تنقلهم ما بين بولندا وبريطانيا وأمريكا غيروا اسمهم إلى غارفيلد وهو ممثل بريطاني وأمريكي يحمل الجنسيتين تبغاه بريطاني هو بريطاني تبغاه أمريكي فهو أمريكي عيش حياتك ولكن اللهجة اللي يحب يتكلم فيها اندرو غارفيلد هي اللهجة البريطانية بس ترى مرة ما عنده مشكلة يتكلم باللهجة الأمريكية تخيلوا أنه طوال ما كان يصور The Amazing Spider-Man كان يتكلم باللهجة الأمريكية حتى خلف الكواليس كان يتكلم باللهجة الأمريكية وبعدها لما بدأ يواعد إيمة واتسون شبك لها في اللهجة البريطانية لدرجة أنها انصدمت قالت أنت تسوق أمها تكلم عادي قالها والله ذي لهجتي أنا كده أتكلم يحب اللهجة البريطانية أكثر من الأمريكية علما أنه يقدر يتكلم باللهجتين ولد يوم 20 أوغست سنة 1983 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 38 سنة ياب أتفق معك وجه أصغر بكثير من عمره ولكن زي أنا بالله ذا شكل واحد ثلاثيني إلا نكشف القبعة طبعا أكي أكي خلاص نسي الموضوع ولد اندرو غارفيلد يا جماعة في أمريكا لعائلة يهودية علمانية من أصول بولندية تولد في أمريكا وعاش في أمريكا لمدة ثلاث سنوات وبالتحديد في لوس أنجلس لما صار عمره ثلاث سنوات شالوه أمه وأبوه هو وأخوه الكبير بين اللي هو حاليا طبيب وراحوا على بريطانيا بالمناسبة أمه اسمها لين وأبوه اسمه ريتشارد وعلى الرغم أنه معظم أجداد وأسلاف إندرو غارفيلد يعتنقون الديانة اليهودية إلا أنه إندرو غارفيلد قال يا جماعة أحيان أقول أني أنا يهودي وخلاص أبكون يهودي وأحيانا يقول لا أنا ملحد وأحيانا يقول لا أنا فنان يهودي أنا مش إنسان يهودي الولد عنده كده معظلة وجودية وأحيانا يقول تدرون أنا ما أنا مهتم لموضوع الأديان صراحة أمه وأبوه كانوا يملكون شركة خاصة فيهم أو شركة تصميم ديكورات بالتحديد وبرضه أمه كانت تشتغل كمعلمة في حضانه وأبوه كان مدرب سباحة معتمد وبحكم أنه إندرو غارفيلد عاش في ظل عائلة مرتاحة ماديا إلى حد كبير فطفولته كانت جدا ممتازة وما عليها أي إشكاليات بل إنه لما وصل عمره تسع سنوات خذ تجارب في المسرح وجرب نفسه في المسرح ومثل وقدم مستوى ولكن تجربة المسرح هذيك لما كان صغير ما كانت كافية إنها تخليه يقول واو أنا أبغى أصير ممثل لا تجربة عدت وانتهت أمل دراسته ويعاش طفولته وكل شيء على خير بل إنه لقي فرصة أنه يتعلم رياضة الجنباز ويحترفها وبرضو تعلم السباحة وقطع شوط كبير فيها لأنه أبوه مدرب سباحة أصلا درس وتعلم أشياء كثيرة إلى أن وصل إلى المرحلة الثانوية وقبل يتخرج من الثانوية قال خلاص أنا لازم أتوجه إلى مجال الدراما والتمثيل طبعا هذا الشيء ما صار فجأة مستحيل الآدمي ما كان مهتم في التمثيل من بدري الآدمي كان أصلا مخطط أنه لما يتخرج من الثانوية يدخل إلى كلية إدارة الأعمال ويتعلم عالم الأعمال والأموال وإدارة الأعمال والأشياء هذه ولكن جاءه واحد من أصدقائه وقل له أنت صاحي ياخي جاوبني أنت صاحي الآن أنت لك تجارب في المسرح شفناك على خشبة المسرح وشفناك تصور أشياء كذا بسيطة أنت ممثل سوق أمه وإش اللي دارة أعمال اندرو غارفلت قال له من لا من جد أنا أصلح ممثل قال له والله هذا أقل شيء يقدر أقوله لك خلي إدارة الأعمال في طريقك لا تسحب عليها بس خش في عالم التمثيل جل ودرس شوية في الدراما ودرس شوية في التمثيل وجرب نفسك علشان إيش برضو ما تكون ضيعت عن نفسك فرصة ومنت داري عنها اندرو غارفلت قال له بس بس أنا انبلفت أنا انبلفت ويخش من هنا يا حبيبي على معها الدراما وتمثيل ويبدأ يدرس والمفاجأ أنه اكتشف أنه مرة أعجب بهذا المجال وزاد حبه أكثر من أول فقال خلاص أنا بكمل دراستي في مجال التمثيل والمسرح وبدأ يدرس وفي نفس الوقت كان يشتغل والوظيفة الوحيدة اللي أعلن رسميا أنه كان يشتغل فيها كان يشتغل في ستاربكس فيوقات معينة من يوم يكون يدرس الدراما والتمثيل والمسرح في المعهد وبعد المعهد يروح يشتغل في ستاربكس وفيه مصادر تقول أنه يشتغل في أكثر من ثلاثة فروع لستاربكس تروح ستاربكس تطلب كافي يجيك اندرو غارفلت ويقولك تفضل تبعا أنا أكتب لك اسمك عليه وبالفعل يا حبيبي تخرج من هذاك المعهد ومن لحظة تخرجه قدر أنه يلقى فرص بسيطة في عالم التمثيل وكلها كانت أشياء بسيطة بطبيعة الحال ولكنه قدر يتفوق على نفسه في كل دور بسيط يقدم مثل أول مسلسل شارك فيه كان اسمه شقر رش وثاني مسلسل ظهر فيه كان اسمه سوينجينج ومن هذه البدايات البسيطة والمشاهد المتواضعة قدر هذا الإنسان أنه يصعد حبة حبة ويثبت لكل الناس حوالينه أنه له مستقبل جدا كبير الولد كان جدا موهوب وواضح عليه أنه عنده الإمكانيات من البداية قال يا حبيبي خلاص أنا الأواني أني أطير إلى لوس أنجلس وأبدأ رحلتي في مدينة النجوم أو مدينة الأحلام أو سميها ما شئت سيتي أف ستارز وبحكم أن الولد اجتماعي وعنده كده روح مريحة ويحب يتكلم مع الرايح والجاي يدر أنه بمجرد ما يوصل إلى لوس أنجلس يكون علاقات مع مشاهير كثيرة ولعل أشهر صداقة كونها صداقها ولعل أشهر صداقة كونها أول ما وصل إلى لوس أنجلس تعرف على كيتي بيري وصار هو وكيتي بيري أصدقاء ياب المغنية كيتي بيري ما غيرها وبرضو صار صديق مقرب من روبرت باتنسون ومات سميث ولاحقا في 2010 وبعد ممثل في فيلم The Social Network واحد من أروع الأفلام للأمانة واللي يحكي قصة الفيسبوك وكيف بدأوا من هذا الكلام واللي ينصحكم بجد أنكم تتابعوه المهم أثناء تصوير هذا الفيلم كون صداقة برضو مع المغني والممثل جاستين تيمبرليك الصدمة مش هنا الصدمة أنه أندرو غارفيلد يقول أنا قبل ما أدخل إلى علم التمثيل كنت مرة أحب المغني جاستين تيمبرليك وأحب اسمه عغاني وكنت مرة أتمنى أني أقابله بس مقابلة كده من بعيد فكانت فرصة أكثر من رائعة أني أمثل معاه في فيلم وكمان تصير صداقة حلوة بيننا من داخل هذا الفيلم وعلى طارق فيلم The Social Network يا جماعة يمكن معظمكم يعرف الفيلم الفيلم مشهور كان المفروض أنه أندرو غارفيلد يقدم دور شخصية مؤسس فيسبوك لكن المخرج ديفيد فينشر كده في لحظة ما قال له لا 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 أنت ما تصلح تكون مؤسس فيسبوك تعال أنت يا جيسي وصير مؤسس فيسبوك وانت يا أندرو غارفيلد تعال واخذ دور صديق مؤسس فيسبوك اللي اسمه أدورد المهم يا جماعة خلونا نرجع شوية إلى بداياته في عالم التمثيل أول فيلم مثل فيه وكان عليها القيمة إلى حد كبير وكان فيه أسماء كبيرة كان فيلم Lion Lambs اللي نزل سنة 2007 لما كان عمر أندرو تقريبا 25 سنة والفيلم هذا ما تشارك فيه شارك فيه بعد سنتين من دخوله إلى عالم التمثيل تخيل أول سنتين لك في عالم التمثيل وبعدها تشارك فيه فيلم جدا كبير مش من ناحية التقييم ولا من ناحية القصة ولا من ناحية الفيلم نفسه لا من ناحية الأسماء الموجودة جوته شارك في هذا الفيلم يا جماعة بجوار ميرل ستريب وتوم كروز وغيرها من الأسماء الثانية بعد سنتين من دخوله إلى عالم السينما الدور هذا يا جماعة كان بمثابة انتصار عظيم لهذا الإنسان كيف أنه بعد سنتين قدر يشارك بجوار هذه الأسماء الكبيرة والمشاركة بجوار هذه الأسماء الكبيرة رح تضيف له أشياء كثيرة في سيرةه الذاتية ورح تحقق له فرص وتوفر له فرص جديدة وبرضه في بداياته قدر انه يحصل على دور بسيط في مسلسل دكتور هو وبالتحديد في الموسم الثالث في الحلقة الرابعة والخامسة ومن كثر ما كان طاقم العمل لمسلسل دكتور هو معجبين باداءه كانوا نوين يعطوه دور مهم جدا ومستمر في هذا المسلسل ولكن ما حصلش نصيب وفي سنة 2010 مثل في واحد من اكثر الادوار اللي صرح انها اثرت عليه بشكل جدا كبير سواء على الجانب النفسي او على الجانب الوجودي ياب عزيز الوجيه نتكلم عن فيلم Never Let Me Go وهو فيلم خيال علمي ورومانسي وكئيب الى حد كبير يحكي الفيلم قصة ملجأ للاطفال يجمعون فيه الاطفال اللي اباءهم وامهاتهم استغنوا عنهم ويربوهم ويحافظوا على صحتهم في هذا المكان ويشيلوهم بعدين اذا كبروا ويخلوهم يتبرعوا بأعضاءهم للناس الى ان يموتوا فيلم تعيس ما تكلم عن حلوة الفيلم لكن شوفوا الولد كيف قدم دور ممتاز في هذا الفيلم وفي نفس السنة هذيك برضو يا جماعة شارك في واحد من اهم افلامه اللي تكلمنا عنها شوية فيلم The Social Network اللي مثل ما قلت لكم يحكي قصة نشأة فيسبوك من يوم ما كانت مجرد فكرة في رأس طالب جامعي وإلى ان اصبحت شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات واداء اندرو في هذا الفيلم كان من اروع واروع ما يكون مارك مارك معا هذيك السنة اللي خلقت فيها شركة سوني شخصية The Amazing Spider-Man السنة هذيك اللي خلقت فيها سوني واحد من واحد اعظم سبايدر مان سنة 2012 هي السنة اللي شوفنا فيها The Amazing Spider-Man للمرة الاولى وللعلمكم كان في اسماء كثيرة مرشحة لهذا الدور ولكن اندرو غارفيلد قاتل وقاتل وانتصر وكسب هذا الدور ووصفه النقاد والمراجعين والكثير من الجمهور بانه اكثر شخص ملائم لشخصية سبايدر مان من ناحية البنية الجسدية ومن ناحية الطول ومن ناحية الكوميديا وملامح الوجه الادمي مفصلة عليه شخصية سبايدر مان بالمليمتر فضلا على البدلة المميزة اللي صمموها له واللي كانت مختلفة بشكل كبير عن باقي بدلات السبايدر مانات اصلا كل سبايدر مان له بدلة خاصة يعني بس بدلة مميزة ولا انا عشان احب اندرو غارفيلد بقول عنها كذا الميم يا حبيبي نزل فيلم The Amazing Spider-Man الاول ويفجر لك شباكة تذاكر باكثر من 700 مليون دولار امريكي احيه احيه علما انه ميزانية الفيلم كانت 253 مليون دولار طبعا في البداية الناس ما كانت متقبلة هاي مين هذا ليش وين توبي ميقواير ليش في وجه جديد نبغى توبي ميقواير رجعوه ايش الهطرق هذي والخروج عن المألوف رجعونا توبي ميقواير لا حبيبي توبي ميقواير راح وانتهى وخلاص ولكن ربما يظهر مستقبلا ما ندري علم منه جزء بسيط مش كبير جزء بسيط من الناس كانوا لا لا ما نبغى The Amazing Spider-Man ما نبغى نشوفه اصلا ما نبغى نعطيه فرصة نبغى توبي ميقواير رجعونا توبي ميقواير ولكن بعد سنتين وبعد صدور الجزء الثاني من The Amazing Spider-Man بدأت تزيد شعبية هذا الفيلم وهذه الشخصية الجديدة اللي قدمت Spider-Man ويخش يا حبيبي على شباك التذاكر الجزء الثاني من The Amazing Spider-Man ويحقق لك اكثر من 700 مليون دولار امريكي برضو ولما كانت سوني في طريقها انها تسوي جزء ثالث لشخصية The Amazing Spider-Man وقبل ما يتم ولادة هذا الجزء الثالث حصلت اتفاقية سوني مع مارفل واجهضوا سلسلة The Amazing Spider-Man تماما ولكن ولكن وحاليا وفي هذه اللحظة وفي اللحظات القادمة تويتر مولع بهاشتاغ Make The Amazing Spider-Man 3 يسوين حملة لسوني والجمهور والنقات والمعجبين معظم العالم وانا شخصيا مشارك في هذا الهاشتاغ كل يومين ارمي فيه كلمة المهم ان الهاشتاغات والزحمة هذه كلها تطالب شركة سوني ومارفل انهم يسووا جزء ثالث لThe Amazing Spider-Man وباذن الله ان انا راح نشوف The Amazing Spider-Man الثالث قريبا ان شاء الله لان سوني ومارفل يعني يسمعون للجمهور وفي 2016 اخ ما احلاكي 2016 لان هذا الفيلم كان من اجمل الاشياء اللي حصلت في سنة 2016 قدم اندرو غارفلدي جماعة واحد من اروع واجمل ادواره الدرامية واللي مأخوذة من قصة حقيقية في فيلم هاكسو ريج واللي يحكي قصة محارب ولكنه يرفض الحرب ويرفض رفع السلاح ويرفض ان يكون جزء من اي معركة هدفه الوحيد لما انضم للجيش انه يكون طبيب يعالج الجرحة سواء في صف العدو او في صف الاصدقاء كان يروح يعالج اي شخص مصاب في هذه المعارك اللي تسببت فيها الحكومات اللي ما للشعوب دخل فيها ابدا واخي يا جمال دوره واخي يا روعة اداؤه واخي يا عظمتك يا اندرو غارفلد واخذ ترشيح للأوسكار اصلا عن هذا الفيلم اوكي ما فاز فيها بس زي ما قلنا لكم الترشيح بحد ذاته ايش بس هو اصلا اخذ الاوسكار انا اعطيته الاوسكار انا اعطيته الاوسكار انت اعطيته الاوسكار شفت كلنا اعطينا الاوسكار خلي الاوسكار يسري احنا نعطيك اوسكار خاص فيك يا اندرو غارفلد في سنة 2010 ارتبط اندرو غارفلد بالممثلة شينون وود وورد ولكن ما طولوا وانفصلوا بعدها بفترة قصيرة وفي سنة 2012 وبعد الجزء الاول من The Amazing Spider-Man وانتوا فاكرين من اللي كانت تمثل معاه في هذا الفيلم اما واتسون اما واتسون واندرو غارفلد ممثلوا في فيلم The Amazing Spider-Man حبوا بعض ووقعوا في حبي بعض وجلسوا فترة يتواعدوا وكانوا من اروع ما يكونوا وعلاقتهم حلوة واستمروا وكل شي كان تمام ولكن برضو بعدها بسنتين ايش انفصلوا مع انه والله كانوا لاقين على بعض مرة لاقين على بعض في فيلم مرة لاقين وخارج الفيلم مرة لاقين اقول لكم حاجة يا جماعة ترى اندرو غارفلد من اصعب الفيديوهات اللي سويتها ليش؟ لانه الادمي كذا حياته الشخصية مرة شخصية شخصية بزيادة ما يحب يتكلم عن حياته الشخصية ابدا يعني تبحث عن طفولته ما في معلومات كثيرة مهما بحثت مهما تعمقت ما في حتى هو لما تشوف لقاءاته داما كذا يتحفظ في المعلومات يجاوب الاشياء الليش عامة والخاصة يظل يعني ويخليها النفس واخيرا يا جماعة ثروة اندرو غارفل تقدر بحوالي 13 مليون دولار امري وهذا الرقم متوقع انه يتضاعف بشكل كبير في المستقبل لانه هذا الانسان انسان اختياري وقاعد يجي ادوار نظيفة وقاعد يقدم اداءات جدا ممتازة شاركوني في التعليقات افلامكم المفضلة الاندرو غارفلد والسؤال الاهم في هذا الفيديو مين افضل سبايدر مان بالنسبة لكم توم هولند اندرو غارفلد او توبي ميجواير ولماذا لازم تقول ولماذا لماذا هو افضل سبايدر مان لكم العافية يا جماعة لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم اشتركين وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول ولا هم من هذا كله اذا عجبكم الفيديو اضغطوا عزر اللايك لانه مره فين بساعدني كثير كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم